شهد سمو الشيخ منصور بن محمد براشد آل مكتومة قبل ظهر اليوم حفل افتتاح الدورة الثانية من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامية ويعقد المنتدى الذي يستمر يومين في فندق انتر كونتيننتل بالفستفال ستي في دبي تحت عنوان التحوط في المعاملات المالية الإسلامية الضوابط والأحكام ويشارك فيه كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية إلى جانب متخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي ومفكرين بارزين يناقشون 16 بحثا في جميع القضايا الفقهية المتعلقة بموضوع التحوط في المعاملات المالية الإسلامية وضوابطها وأحكامها وأكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية في دبي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى في كلمته أن المنتدى ينطلق اليوم وهو يحدوه الأمل نظرا لما تحقق في الدورة السابقة من توصيات وإنجازات للمساهمة في تحقيق رؤية دبي في أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي بفضل قيادتها الحكيمة وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد براشد المكتومة الشركاء ورعاة المنتدى والتقط الصور التذكارية مع اللجنة العليا المنظمة ورؤساء اللجان الفرعية لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامية وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى واطلع على ما يتم عرضه من مطبوعات وكتب متخصصة في مجال فقه الاقتصاد الإسلامية